عرفتك في الفيديو الأولاني من سلسلة فيديوهات ابدأ مع الايفون ازاي تفتح الايفون بتاعك لأول مرة وازاي تعمل حساب اي كلاود وتبدأ تنزل البرامج ده الفيديو التاني اللي هنتكلم فيه عن الاعدادات اعدادات جوه الايفون لازم تغيرها بتغير تماما من تجربة الاستخدام بتحسن تجربة الاستخدام وبتقلل من استهلاك البطارية والحرارة والانترنت ما تنساش ان البليليست او قائمة الفيديوهات هتلاقيها تحت الفيديو ده فخلينا قبل ما ندخل في التفاصيل ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك الفيديوهات اللي بنعملها اول بقى اول اول حاجة لازم تعملها في الاعدادات هي اعدادات حساب الاي كلاود بتاعك اللي احنا لسه عمليه بنروح للحساب بتاع الاي كلاود واول حاجة بنروح لتسجيل الدخول والامن وهنا عندنا كم نقطة في منتهى الاهمية ده الايميل بتاعنا وده رقم التليفون عايزك تدوس على اضافة بريد الكتروني او رقم هاتف رقم هاتف وتضيف رقم تاني رقم ما يكونش موجود في الموبايل ده ودي حاجة ممكن تحتاجها لو لا قدر الله الموبايل بتاعك ضعف ودي حاجة مهمة جدا لازم الاي كلاود بتاعك يبقى مربوط برقمي عندك كمان حاجة ممكن تعملها هنا هي خطوة اختيارية ولكن هي مهمة جدا وهي جهات اتصال الاسترداد ودي عملنا لها فيديو كلمنا فيه بالتفصيل هنا ممكن تختار احد الاصدقاء او رقم لحد قريب منك لو حصل اي حاجة في حساب الاي كلاود بتاعك تقدر تعمله استرداد بمنتهى البساطة من خلال الرقم التاني هتدوس على اضافة جهات اتصال استرداد هيروح له بعد طبعا ما يتعرف على بصمة الوجه هيروح له زي رسالة بتضيف رقمه من هنا بالشكل ده هتروح له رسالة وهتكمل الخطوات السهلة جدا ومش محتاجة شرح ولكن في فيديو هسيبهه لك تحت الفيديو ده تقدر تشوفه عشان تعمل باقي الخطوات هنرجع وهنروح لاي كلاود اول حاجة تعملها لما تعمل حساب اي كلاود دوس هنا بالشكل ده وتعالى عند الصور وقفل الباكب بتاع الصور الا لو كنت ناوي تعمل اشتراك في الاي كلاود وهتحط صورك كلها على الاي كلاود ولكن احنا بنعمل الخطوة دي لاي كلاود بيديلك خمسة جيجة بشكل مجاني وصورك هتكون اكتر من كده بكتير واحنا عايزين حساب الاي كلاود او الباكب او النسخة الاحتياطية بتاعت الاي كلاود للحاجات المهمة زي ارقامك والنوتس والاميلات والحاجات دي ولكن الصور عندك بدايل تانية تقدر تحتفظ بيها بصورك لكن لو عملت هنا الخطوة دي انت بسرعة جدا الخمسة جيجة هيتملو ومش هتقدر تعمل باكب الا زي ما قلت لك لو ناوي تشتري مساحة هتلاقي دي مفتوحة اول ما تعمل الحساب بتاعك تقفلها بالشكل ده ما عندناش حاجة تاني مهمة قوي في الجزء ده الا لو منزل برامج كتير وعايز الباكب يتقفل عنها بالشكل ده هتلاقي كل الاختيارات عندك وانت تقدر تقفل براحتك وده طبعا قرارك لما بنرجع عندنا هنا النسخ الاحتياطي على اي كلاود دي حاجة مهمة جدا ان هي تفضل شغالة بالشكل ده عندك النسخ الاحتياطي الشبكة الخلوية لو الجهاز بتاعك 5G هيقدر ان هو يعمل باكب باستخدام الداتا بتاعتك وده ممكن يسحب كتير من الداتا فهنقفلها بالشكل ده وده برضو قرارة هنرجع وهنروح لجزء مهم جدا وهو تحديد الموقع العثور على ايفون لازم يكونوا شغالين بالشكل ده وارسال اخر موقع برضو تشغالها بالشكل ده موقعي هذا الجهاز مشاركة موقعي ما فيش مشكلة تخليها شغالة بالشكل ده هنرجع تاني ونبدأ مع بعض شوية تفاصيل مهمة جدا نروح لخلوي وعندك اول حاجة خيارات البيانات الخلوية تدوس عليها بالشكل ده الصوت والبيانات خلي بالك 5G ON تسحب كتير جدا من البطارية فمهم جدا جدا انك تخليها اوتو بشكل اوتوماتيك لو انت موجود في مكان بيدعم 5G مش موجود ممكن تخليها انها تفضل شغالة على طول 4G ودي حاجة مهمة جدا طيب بننزل عندك حاجة في منتهى الاهمية مساعد واي فاي تقفله iCloud Drive تقفله ده مش هيعمل مشكلة غير ان هو هيسحب من الباقة بتاعتك التلاتة دول يتقفلوا بالشكل ده نرجع تاني ونروح للبطارية طبعا هنا النسبة المقوية للبطارية لما تشغلها بالشكل ده هيظهر لك هنا النسبة المقوية نمط الطاقة المنخفضة لو انت بتستخدم ايفون جديد لأول مرة لو انت برة البيت ومحتاج ان الايفون يكمل معاك اليوم اكتر تقدر تشغل نمط الطاقة المنخفضة ما تشغلاش عمالة على بطار لانها تبطأ لك الجهاز ومش هتخلي تجربة الاستخدام افضل حاجة نروح لحالة البطارية والشحن هنا ده جهاز 13 برو فما عندناش يوس بي سي ولكن عندنا شحن البطارية المحسن من الحاجات اللي لازم تشغلها عندك الايفون بيوصل لشحن 80% ويستنى شوية وبعدين يكمل تاني لحد 100% لو الايفون بتاعك طايب سي وروحنا للبطارية هتشوف حاجة مختلفة شوية لما تدوس على الشحن هنا بتقدر انك تعمل لمت معين للشحن بتاعك ما بين 80 لحد 100% وافضل حاجة تخلي الايفون بتاعك دايما عليها هي 80% ولكن ده برضو في الاخر قرارك لو عايزت تحفز على صحة البطارية اطول فترة ممكنة الافضل انك تخليها 80% والايفون ده هتشوفه لو الايفون بتاعك فيه طايب سي خلينا نرجع تاني ده الجهاز بتاعنا ال 13 برو بعد ما خلصنا اللي ممكن نعمله هنا في البطارية هنرجع تاني ونروح لعام وهنا عندنا برضو شوية تفاصيل مهمة هنا انت بتعرف كل حاجة عن الجهاز بتاعك ومن هنا بتروح لتحديث البرامج لما تيجي تعمل update للايفون بتاعك وهنا عندك مساحة تخزين الايفون لما نروح هنا للارسال السريع احنا عارفين ان انت ممكن تقرب ايفونين من بعض وتبدأ تنقل بيانات او ال contact بتاعك انا ما بحبش يكون مشغالها بقفلها بالشكل ده واستخدام البيانات الخلوية لو انت خارج النطاق بتاع الواي فاي او بتاع الاردروب تقفلها لانية بتسحب ال data بتاعتك هنروح لحاجة مهمة جدا وهي التعبئة الترقية وكلمة سر لو انت متعود تنزل برنامج تاني بتاخد منه كلمات السر بتاعتك انصحك انك تخلي اعداد رموز التحقيق هو البرنامج بتاع passwords او كلمات السر الخاص بقبل نرجع ونروح للغة والمنطقة من هنا بتضيف اللغة بتاعتك كل حاجة هتسيبها هنا زي ما هي ولكن لو انت اخترت لغة معينة وبتفتح الايفون بتاعك لأول مرة وممكن تلاقي هي لغة واحدة بس وبتضيف اللغة التانية من هنا وتقلب بينهم انك تدوس على الثلاث شرط اللي هنا وتبدأ ترفع الانجليش دي الفوق الايفون هيقلب اللغة التانية اللي انت اخترتها تحديث التطبيقات في الخلفية او ال background من الحاجات اللي انا متعود بكون قفلها مش هتعملك مشكلة ولكن بتعمل مشكلة لو سبتها شغالة بتستهلك كتير من اداء البطارية وبترفع درجة حرارة الموبايل لوحة المفاتيح لوحات المفاتيح بتقدر من هنا وحات المفاتيح اللي انت عايزها الحاجة اللي عايزك تعملها عشان ما تضايقكش وانت بتكتب على الكيبورد التصحيحة القائن يقفلها بالشكل ده اي حاجة تاني سيبها شغالة مش هتعمل لك اي مشكلة الا طبعا الجزء الخاص بتاع الايموجي انك تقفل المتصقات عشان لما بيجي يفتح لك في الكيبورد الجزء الخاص بالايموجي ممكن تلاقي المستيكرز او المتصقات كل شوية تطلع لك على الشاشة ولكن برضو في الاخر ده قرارك لما تبدأ تستخدم الكيبورد هتفهم كويس الجزء ده هنرجع وعندنا هنا نقل او اعادة تعيين الايفون سريعا اعادة تعيين ومسح جميع المحتوات اعادة تعيين انت عندك اكتر من اختيار اعادة تعيين جميع الاعدادات اللي احنا بنعملها دلوقتي هعمل لها او اعدادات الشبكة دي من الحاجات اللي عايزك تاخد بالك منها اعدادات الشبكة دي لو بتمر بتجربة ان الواي فاي او النت بطيء على الجهاز بتاعك ممكن تعمل اعادة تعيين اعدادات الشبكة وهتفرق معاك ولكن لازم تبقى فيهم انه هيمسح اي كلمة سر الواي فاي موجودة عندك اعادة تعيين القموس اعادة تعيين نمط الكتابة اعادة تعيين شكل الشاشة الرئيسية الهوم سكرين او اعادة تعيين الموقع والخصوصية مسح جميع البيانات والمحتويات هيمسح كل حاجة من على الايفون بتاعك مش بس انه هو يعمل ريسيت او اعادة تعيين للاعدادات هنا كل حاجة بتتمسح في الجزء الخاص بتسهيلات الاستخدام نروح لشاشة العرض وحجم النص هننزل تحت هنا اضاءة تلقائية انا ما بحبش اشغل الاضاءة التلقائية في الايفون بتاعي بحب اكون انا المتحكم فيها نقفلها بالشكل ده ومن هنا بتقدر تتحكم في الاضاءة بتاعتك وده انا شايف انه هو افضل ودايما بستخدم الايفون بالشكل ده عندك حاجة تانية ممكن تعمله هنا لو دست على نص غامق هيكبر النص شوية لو الخط الصغير ده ما بتشوفوش كويس ممكن تفعل دي من هنا زي ما قدتلك فيه شوية حاجات كده هي ليه علاقة بتجربة استخدامك انت وبعدين نروح لللمس لما ننزل عندنا منع القفل الانهاء المكالمة خليها بالشكل ده عشان لما تدوس على الصيد بوتون او زرار الباور ما يقفلش المكالمة بتاعتك وبعدين من تسهيلات الاستخدام عندنا بصمة الوجه والانتباه اشارة حس لمسي عند اجراء مصادقة ناجحة خليها بالشكل ده بيديلك زي بسيط ان انت استخدمت الاختيارين دول هتسيبهم زي ما هم كده احنا خلصنا الجزء الخاص بتسهيلات الاستخدام نروح للشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات هنسيبها بالشكل ده ولما نجي نتكلم عن الكاميرا خلينا نروح لجهاز تاني يكون فيه كل الامكانيات الجديدة او كل الاعدادات الجديدة اللي موجودة عشان نفهمها اكتر نبص بقى سريعا من الموبايل ده على الكاميرا احنا عملنا فيديو قريب جدا فيه كل حاجة عن اعدادات الكاميرا وشرح بالتفصيل عشان بس ما نكونش بنكرر الكلام تاني لو انت مش عايز تروح للفيديو ده اللي هتلاقيه في الاي وهتقولك في ديسكريبشن بتاع الفيديو ده انا هقولك سريعا هنا ايه الحاجات الاساسية اللي اتغيرها تسجيل الفيديو تخليق 4K 24 اطار او لو بتصور حاجة سريعة ممكن تعلب الاطار لحد اه 60 اطار هتنزل تحت هنا وحاجة مهمة جدا السبات المحسن شغال نمط الحركة في الاضاءة المنخفضة انا بقفله فيديو HDR لازم تقفله معدل اطار تلقائي برضو مقفول بالشكل ده قفل الكاميرا مقفول اخفال توازن اللون الابيض مهم جدا انك تخليه مفتوح بالشكل ده تسجيل حركة البطيقة 240 اطار 1080 والتسجيل السينيبائي عاملو 4K 30 اطار التنسيقات مخليه عالي الكفاءة نمط صورة 24 ميجا بيكسل والتحكم في البرورو والدقة تخليه عندك مفتوح بالشكل ده هو والبروريس الاحتفاظ بالاعدادات انا بخلي وضع الكاميرا وعناصر التحكم الابداعية وعناصر التحكم في الماكرو تكبير بورتري والصور حقيقة اللي انا بشغالهم بالشكل ده استخدام زر رفع الصوت للتتابع مفتوح مسح ضوئي مفتوح ظهار النص المكتشف موضوع مربعات تخليها شغالة المستوى تخليه شغالة محاكات الكاميرا الامامية تقفلها عرض خارج الاطار تقفلها كاميرا بختار الافتراضي الـ 24 ميليو دول شغالين عندنا بالشكل ده بورتريف نمط صورة شغال اعطاء الاولوية للتقاط السريع شغال وتصحيح العدسة وعنصر التحكم في الماكرو كده احنا خلصنا الاعدادات الخاصة بالكاميرا طيب خلينا برضو نكمل حاجة في الموبايل ده بما ان عندنا زر الاجراء او الـ فانت عندك الزرار اللي هو هنا بتضغط عليه ضغط طويلة بتقدر تعمل به اكتر من حاجة هنا انا عامل مختار عن عناصر التحكم وبعدين بضغط من هنا وبفتح البرنامج اللي انا عايزه انا بفتح مباشرة شات جي بي تي او تقدر تعمل ترجمة او تعرف على الموسيقى عندك اختيارات كتير بالاخر انت بتختار هو بيجي ديفولت بالشكل ده انك تضغط عليه ضغطة طويلة تحول ما بين الوضع الصامت والوضع العادي نرجع ليه التلاتاشر برو اللي احنا هنعمله هنا في سيري وهي اظهار عند المشاركة بقفلها بالشكل ده عشان لما اجي اعمل شير ما يظهرش اخر ناس انا تكلمتها تحدث الى سيري طبعا لازم تفعلها بالشكل ده ويبدأ سيري تتعرف على صوتك عشان تعمل بيها حاجات كتير جدا نروح ليه الجزء الخاص بالاشعارات الحاجة المهمة انا مش عايزك تقفل حاجة او تغير حاجة في الاشعارات انا بس اللي عايز اقوله لك ان انت البرامج اللي مش المفروض تبعط لك اشعارات يقفلها ملاقش لازمة تماما زي ما دايما بقول برنامج خلفيات لعبة مش محتاج منها اشعارات تقفلها الشاشة لما تنور كتير يسحب اكتر من البطارية نروح ليه الاسوات والحس اللامسي مهم جدا تغيير بالازرار تخليها شغالة بالشكل ده والحس اللامسي مكتوح عندك استجابة لوحة المفاتيح بالصوت والحس اللامسي انا عارف ان الحس اللامسي دي ممكن تسحب اكتر من البطارية ولكن تجربة الكتابة على الكيبورد بان هو يديلك فيبريشن بسيط بتكون افضل بكتير صوت القفل وزبزبات النظام برضو شغالهم بالشكل ده الجزء الخاص بالتركيز ده فيديو شرحت فيه كل حاجة عن ميزة فوكس في الايفون لان هو فيها تفاصيل كتير جدا فبرضو هسيبهه لك في الاي وهتلاقيه في الدسكريبشن نروح لبصمة الوجه ورمز الدخول كل حاجة تخليها شغالة بالشكل ده ممكن هنا اعداد مظهر اخر لك لو بتلبس مثلا انضارة شمس عايزو يتعرف عليك تدوس هنا بالشكل ده مهم جدا يتطلب الانتباه لمصادق بصمة الوجه تخليه شغال الميزات المتطبعة لانتباه تخليه شغال حماية الجهاز المصروف من الحاجات اللي هي الى حد ما مهمة ولكن لما مثلا انت حب تقفل هتعمل حاجة على الكمبيوتر هتعمل رستور للموبايل لازم تفضل مستني ساعة فده برضو قرارك الحاجة اللي بحب غيرها هنا انك تقفل مركز البيانات نرجع تاني للإعدادات والروح للخصوصية والأمن وهنا عندنا كلام كتير مهم جدا اول حاجة خدمات الموقع لازم خدمات الموقع تكون شغالة عندك بالشكل ده بص يا صديقي وسريعا جدا هنا هيكون عندك برامج كتير احنا لسه عاملين الايفون ده جديد انت هيكون عندك برامج كتير مش اي برنامج المفروض يوصل لخدمات الموقع بتاعتك بتسحب كتير جدا من البطارية فدي حاجة مهمة جدا البرامج بس اللي محتاجة ان هي توصل لخدمات الموقع او هي اللي تخليها شغالة وتخليها كمان اسناء الاستخدام اللي عايز تقفله هتدوس من هنا على مطلقا خدمات النظام ادارة الاجهزة اقفلها وتيجي هنا عند المواقع المهمة هيحتاج بصمة الوجه مهم جدا انك تقفلها هنا هيحتفظ بكل الاماكن اللي انت بتروح هنقفلها بالشكل ده ونرجع تاني وبعدين نروح لتحسين المنتج اقفل التلاتة بالشكل ده وايكونة شريط الحالة هي بتيجي مقفولة كده هنرجع تاني وهنا لما يكون عندك برامج كتير برضو نفس الفكرة مش كل البرامج المفروض توصل للبلوتوز مش كل البرامج المفروض توصل للكاميرا بتاعتك هتلاقي هنا برامج كتير توصل للكاميرا وانت برنامج مش عايزه يوصل للكاميرا بتاعنا الاول مرة وبنعمل الاكاونت لو لقيتها مفتوحة اقفلها اعلانات ابل برضو لو نفتكر احنا قفلناها مع بعض بس ما عندناش حاجة تاني هنا المفروض ان احنا نغيرها طيب اخر حاجة هي جزء التطبيقات ده هنا البرامج بتاعتك كلها وهنا التطبيقات الافتراضية يعني عايز البريد الالكتروني هو التطبيق الرسمي بتاع ابل ولا عندك برنامج تاني هو اللي هيكون الديفولت هو اللي هيكون الافتراضي الاساسي وهكذا تختار اللي انت عايزه برنامج الرسائل الاتصال وتطبيق المتصفح وغيره يعني مثلا عندك كروم وما بتحبش سفاري هتدوس هنا وهتختار كروم كل حاجتك هتبقى على كروم او التعامل مع المتصفح الافتراضي هيكون كروم بدل سفاري هنا البرامج بتاعتك كل برنامج تقدر تتحكم فيه لوحده تقدر تتحكم في كل حاجة في التطبيق ده بدون ما تغير الاعدادات بشكل عام طيب بما اننا برضو بنتكلم عن الاعدادات فعندنا برامج المفروض ان احنا نغير فيها شوية حاجات زي مثلا تطبيق الموسيقى البيانات الخلوية نقفلها بالشكل ده برنامج تاني زي الصور احنا عندنا فيه حاجات مهمة عندنا استخدام بصمة الوج شغال بالشكل ده اظهار البوم المخفية ممكن من هنا تقفل ده بالشكل ده الفولدر الخاص بالصور اللي انت عمل لها هدن مش هيظهر جوه تطبيق الصور نروح لبيانات الخلوية من جوه الصور وبرضو نقفلها بالشكل ده بس ما عندناش حاجة تاني ممكن نعملها في تطبيق الصور سفاري احنا عندنا حاجات مهمة في سفاري عايزك في اعداد سفاري تحميل افضل نتيجة تقفلها بتسحب جدا من النت وهنا انت بتتحكم في شكل المتصفح من جوه التنزيلات خليها على الايفون ما تخليهاش على الايكلاود بس ما عندناش حاجة تاني ممكن نغيرها في سفاري احنا ما انا هتتتبع اثناء تصفح المواقع هو مفتوح بشكل افتراضي وما عندناش اي حاجة ممكن نعملها تاني جوه سفاري اخر حاجة عندنا في التطبيقات وهي التطبيقات المخفية اللي انت بتخفيها والمفروض ده جزء خاص بالجزء التالت من سلسلة الفيديوهات دي ولكن لو دوسنا على فيستايم ممكن ندوس على المطالبة ببصمة الوج عشان ما حدش يقدر يدخل على ومازم تغيرها في الايفون بتاعك الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن تجربة الاستخدام الوجهة الرئيسية واللوك سكرين والكنترول سنتر وكل حاجة عن الايفون لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو محتوى القناة عجبك ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان تجيلك الفيديوهات اللي بنعملها اول بقا اول شوفكم دايما على خير السلام عليكم